اشتركوا في القناة 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 والإنسان يجب أن يحسم يا أما يكون ربوبي يا أما أن يكون ملحد أما بالنسبة للإلحاد المادي أكل عليه الدهر وشرب لأنه يفقد للإنسان أي معنى في وجوده هذه معنات النقطة متاعي ولكي أصل وتخلصي من الربوبية كان عبر خمس سنوات خمس سنوات بعد وفي الحقيقة عدة أسئلة طرحتهم على نفسي ومذبية يعني أطرح لك بعض الأسئلة فيما يخص الربوبية لكي أعرف وجهة ما بعك أنا بصراحة قبل ما تبدأ بالأسئلة متفاجئ جدا يعني التقصير مني ربما أني تابعت كان مفروض أتابعك أكثر بشكل متواصل أنا أحياناً تنبل أو كسول ومقصر مع إخواني في القنوات الأخرى على اليوتيوب لكن توجهك صدمني بصراحة لأنه كلام مختلف تماماً عن اللي أسمع من غالبية الملاحدة الآخرين وأنا تقريباً شبيه بيك أنه كلامي كربوبي يختلف عن غالبية الربوبيين الآخرين أيضاً توجه لي نفس الاتهامات لكن شي جميل أنه نتعرف على هذا الفكر الجديد أو ربما قديم لكن يجسده من جديد الأخ كريم العبيدي الفضل أستاذ أنا جاهز يعني قبل أن أسألك الأسئلة أردت أنا أقول ملاحظة تعقيب على كلامك المشكلة أن شعوبنا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مع أنت عندهم كسل عقلي يعني يريدونك غير الاستيراد يعني لو مسيحية يستردوها من الغرب لو إلحاد يستردوها من الغرب لو ربوبية يستردوها من الغرب يعني عندهم مشكلة أنهم لا يريدون رغم أن شعوبنا عندها حضارات ما نشأحنا أبناء حرام كما يقال في الإسلام يعني لماذا يجب أن نستورد الأفكار من غيرنا هذه مشكلة كبيرة أنا الذي أجده في الغرب أجده نسخة مطابقة للأصل في المجتمعات المتاعية هذه مشكلة كبيرة أول نقطة أسألك أول سؤال اللي هو معنات جدا مهم هل هو سؤال يمكن يكون كبير أما بش نحاول بش نلخصه هو ما تعريفك للرب هذه مشكلة كبيرة شن هو الرب نسبب لك نحن ندري أن في مسألة الرب هناك الرب الخالق والرب المسير يعني هل أنت تؤمن برب أعطيني ساعة تعريفك شنوها تقصد بالرب أي شي لا يمكن أن نفهمه إلا نعطيه تعريف الرب النسبة لي وأنا اتفق في الجزئية الأولى حول الهوية الاستيراد من دول الغربية والآن أنا أمر في مرحلة العودة إلى الجذور والعودة إلى الأصول ولدينا فلاسفة وعقول جبارة من أوطاننا وفي بلادنا أنا أراهم صراحة أفضل مئة مرة من فلاسفة الغرب ربما نحن السابقون وهم الآن وأخيرا اللاحقون أما بالنسبة للرب لا يختلف وصف هذا الإله أو الرب عن الوصف الذي أكيد مر عليك في الأيام الخوالي حينما قرأت كتب علم الكلام والفلسفة للماتوريدية والأشاعرة وغيرهم من الفرق هذا هو نفس الإله الذي أنا أتكلم عن هذا الإله الواجب الوجود وطبعا تستطيع أن تسميه إله الفلاسفة أو إله الحكماء مثل أرسطو وأفلاطون وسقراط وأبا حامد الغزالي وابن رشد وابن سينة والفرابي والرازي وغيرهم وغيرهم والقاضي البغدادي على اسم البغدادي والقاضي البغدادي هذا هو نفس الإله الذي أنا أؤمن وأصدق به مع تحفظ بسيط وسهل أنا غير مقيد بالنص وغير مقيد بالنقل عكسهم تماما لأنهم يؤمنون بالرسالة والنبوة والوحي وأنا عندي شك جسوي سكابتيك بهذا في هذا أعتقد معرفة الجواب واضح واضحة ما نزيد أنا بش نعاود نسلك في نفس الموضوع بطرق أخرى لكي المشاهد يفهم معنا أكثر ما هو رب طبعا بالنسبة للرب هناك نوعين من الأرباد هناك كما قلنا الرب الخالق والرب المسير وهناك الرب الخالق والمسير هل أنت تؤمن بالرب الخالق والمسير أم بالرب الخالق والذي ترك والذي خلق الكون على أساس أنه يسير لوحده أم أن الرب الذي يسير الكون دون أن يكون له خالق الجواب ما رح يكون بالأسود وبالأبيض ولكن حتى أحاول قدر الإمكان أن يكون الجواب بالأسود وأبيض نعم الله يتدخل ومن المستحيل عقليا أن لا يتدخل الله في شؤون الكون والإنسان خصوصا الإنسان فأنا عكس الربوبي الذي يقول أن الله لا يتدخل أو فريدريك نيتشا أن الله مات أنا أعترض وأقول الذي يفكر بهذا المستوى أنا لا أعلم عن أي إله أو عن أي رب تتكلم فمن خصوصيات الرب العناية ومن خصوصيات الرب الاهتمام والكون والكون نفسه ووجود ووجودك ووجود الكون يعني حسب رأيي متوقف على هذا الرب لو غفل الرب ولو لحظة واحدة اتفق مع القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه في حالة طرفة العين إن غفل عن هذا الكون طرفة عين سوف ينهار الوجود ويبقى السؤال كيفية التدخل أو كيفية يعني طبعا القوانين تتكفل هو الله يضع هذه القوانين ويسن القوانين الفيزياء والكيميا وغيرها وكل هذه القوانين التي نحن اكتشفناها لحد هذه اللحظة وهذا غرضة في الخلق وهي أيضا لها طبيعة الحرية هناك حرية في الطبيعة حرية في ذات هذه القوانين نفسها وهذه أنا أقول هذه مشيئة الرب يعني أنا أتعرف عليه من خلال الطبيعة مثل ما أتعرف عليه إسحاق نيوتن وأينشتاين من خلال الطبيعة أنه ماذا بصمات الله في الوجود ماذا يريد لكن للأسف عندي مشكلة الآن في المكانزم عندي مشكلة الآن في الكيفية لا أعرف كيف يتدخل الله مع الإنسان يعني معي ومعك ومع بقية البشر كيف يتدخل الله أنا ما أعرف صراحة أقول لا أدري أنا أجنوستيك من هذا الباب من هذا المجال وهل الرب هذا هو خالق هذا الوجود نعم يعني أنا أقول هو أصل الوجود ومن غيره لم يكن شيئا من ما كان نرجع للسؤال اللي قبل إحنا خلينا نعمله تقريبا نص ساعة أنا أسألكم بعد أنت نص ساعة أنت تسألني أوك نعم 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 وهناك الرب اللي في شرق الأقصى كما عند الشينتوك وغيرهم هي عملية سمو يعني الإنسان يعتبرون أن فكرة الوحي هي إيهانة للرب يعني لا يمكن الرب يقول لك أؤمن بي مستحيل يجب أنت أن تسمو نحو وليس هو يطلب منك ذلك أنت أنت من واجبك كإنسان مثل البوذية البوذية رغم أنها لا تؤمن بي رب ولكن يعني سمو نفسي ليس وحي هذه النقطة النقطة الثانية أحنا قلنا أن يعني أنت معناها ماكش متأكد كيف التدخل والوجود تعتبروا أنه هو أصل الوجود هنا سؤال هل الرب مادي أحنا نعرف أن الوجود نوعية مادي وغير مادي هل بالنسبة لك الرب مادي أم غير مادي مرة أخرى أتفق مع الآية القرآنية التي تقول ليس كمثله شيء لا ينطبق عليه لا المادي ولا الغير مادي هي something completely different يعني هذا المصطلح ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا المصطلح إنه لا مادي يعني هل تأثيره بش نزيد نعود نعكد لك هل تأثيره على الوجود هو تأثير مادي أم تأثير غير مادي تأثيره على الوجود يعني قبل الخلق الكون نقول أن الله فوق الزمن وفوق المكان يعني غير متأثر لا بالزمن ولا بالمكان الشيء المهم بالنسبة لي إلي ولبقية الفلاسفة اللي سبقونا ونحن نقف على أكتاف هؤلاء العظماء أنه أي شيء يندرج في الوجود هذا اللي احنا نشوفه والكون ضرورة عقلية أنها يعني أبرايوري أنها لا تنطبق على الخالق لأنها لو انطبقت على الخالق رح يقع هو في نفس النقص اللي موجود في الكون وهنا رح نقع في إشكالية من أين جاء الوجود كما سأل ليبنز أنا أحافظها بالإنجليزية Why is there something rather than nothing هذه أنت الآن بلشت تسألني بالتفاصيل اللي أنا لازلت أفكر فيها لأنه نحن مع بعض في رحلة البحث ورحلة المسائلة أيضا أرجع وأقول لك agnostics ما عرفش المكانزم كيف لكن أعرف أنه إذا كان هو كلية الإرادة والمشيئة والقدرة كما يقولون يصنع على كل شيء قدير أسألك سؤال آخر هل وجودنا المادي والغير مادي خطر عن المادي ما نقول وإحنا الأوجود هو مادي وغير مادي بش نكون واضحين هل وجودنا ضمن الرب أو خارج عن الرب هذه هذه أسئلة أنا سألتها قبل 20 سنة قبل 15 سنة لكي وصلت للإلحاد هل وجودنا ضمن الرب أم خارج الرب أنا لا أؤمن بوحدة الوجود فربما عن طريق الكوانتم فيزيكس هناك تدخل إلهي من خلال المادة وهناك من يعتقد أن الله بعد أن خلق الكون داخل الكون وخارج الكون في آن واحد يعني إذا قلت أن الله معنى في الوجود والكون صحيح وإن قلت أن الله خارج الكون وخارج الزمان والمكان أيضا صحيح هذه بالنسبة للصورة الشمولية ولازلت أقول لك أن المكانزم والكيفية أجهلها لا أعلم هل هذا الرب قادر على كل شيء؟ نعم قادر على كل شيء هل يقدر أن يخلق شيء لا يستطيع أن يحمله؟ لا يستطيع أن يخالف المنطق فمثلا لا تستطيع أن تقول أن الله يستطيع أن يخلق من المثلث دائرة محال عقلي وكل ما هو محال عقلي أيضا محال أن الله يصنع ما هو أصلا محال عقلي فلا يجوز على الله ما لا يجوز في المنطق يعني يعني هو يعني هو محال عقلي يعني هو هو المنطق هو الذي يجسد المنطق أو اختلاف يعني هنا لم أفهم يمكن تفصل أكثر المنطق المنطق هو من عقل الله يجوز على الله كما لا يجوز منطقيا خطأ فلذلك لا أتوقع من الله أن يكسر القاعدة إذن هو مقيد بالمنطق أنطيعه لهو عين وجوده هو ليس تقيدا بالمنطق هو المنطق هو الله نفسه يعني تقول أنا مقيد بنفسي مثلا رياض مقيد برياض يعني يعني مع أنت حسب ما فهمت هنا من كلامك أن هذا الرب يعني ثم أشياء لا يقدر أن يفعلها لأنها غير منطقية يعني بكل بساطة من الخطأ أن نتوقع من الإله أن يفعل ما هو مستحيل في الوجود نفسه في طبيعة الله نفسه يعني هل يستطيع الله أن يقتل نفسه أكوهاية من الملاحدة سأله هذا السؤال يصنع صخرة ثقيلة لا يقوى على حمل هذه الصخرة هل يستطيع أن يقتل الإله ويرتكب الانتحار فطبعا واجب الوجود بطبيعته محال عقلية أن يصنع شيء مخالف لطبيعته أنا مستحيل كرياض الخزرجي أني أقدم على فعل من الأفعال مخالفة لمن هو شخص رياض الخزرجي وإلا ما رح أكون رياض الخزرجي رح أكون توني بلير ولكن الإنسان يقدر أن يصنع شيء لا يقدر أن يحمله الإنسان مقيد ونحن مقيدين بالضوابط الفيزيائية والمنطقية والرياضية هذا بحث آخر مختلفة تماما يعني هنا يعني الإنسان يعني قادر على ما لا يقدر عليه الرب الإنسان مقيد نحن مقيدين بما هو مفروض علينا المنطق الإلهي مفروض علينا والفيزياء والقوانين مفروضة علينا ونحن مقيدين أنت مثلا لا تستطيع أن تجعل من طولك 960 متر أو تتحدى جاذبية الأرض أو تتحدى مش عارف إيه بشكل طبيعي وليس بشكل صناعي وكل ما هو ممكن يعني الخلاصة كل ما هو ممكن وجائز يستطيع الإنسان صنعه سوف يصنعه وكل ما هو مستحيل على الإنسان أن يصنعه رح يكون فعلا مستحيل ولا بعد مليون سنة لن يتمكن الإنسان من صناعة ما هو مستحيل مثلا كريم العبيدي مطلوب منك تعمل لي الدائرة المثلثة لو سماحت رح تقول لي رياض واشه الكلام الفارغ أنت يحدد تريد مثلث أو تريد دائرة أقول لك لا أريد منك المثلث الدائري الآن تقول لي لا مستحيل فكل ما هو مستحيل يبقى مستحيل سواء الله أو أنا أو أنت أو أي شيء هل الرب بالنسبة لك كامل لازم يكون كامل الكمال يعني كلية الكمال فكيف يخلق ما هو غير كامل اللي هو الكون هل يصدر من الكمال غير الكمال الفيضة الإلهي شيء ولا بد أن يكون الشيء الآخر المخلوق منتخص لأنه لو خلق كاملا مثله لخلق إلها مثله محال عقلي الكامل واحد الكامل واحد إذا صار عندك infinity plus infinity equals infinity رجعنا للواحد مرة أخرى فالكامل إذا خلق الكامل هذاك الثاني الكامل رح يحتج على الكامل الأولاني ويصير هذا محال وهذا محال استحالة بين الجمع بين كامل وكامل فلا بد أن كل ما يصدر عن الكامل يكون أقل منه كالحاوية اللي فيها ماء وتسكب منها رح تسكب جزء أقل من الحاوية هذه هذه أيضا منطق قوانين المنطق أن الحاوي أكبر وأشمل من المحتوى أوكي يعني أنت بالنسبة ليك يعني هو المنطق المنطق الإلهي أو المنطق الرباني لا يسمح بخلق الكمال لأنه لو يخلق الكمال يكون خلق منه يعني لا يستطيع شوف أنت تعريف الإله الذي لا يسبقه شيء ولا يعلو عليه شيئا آخر وإلا لما انطبق عليه تعريف الإله نقول بالفلسفة أبرايوري ضرورة عقلية فهذا الضرورة العقلية الإله يخلق إله كسر قاعدة منطقية تماما تشبه تماما المثلث المربع لأنك كيف الإله يخلق ما هو أيضا واجب الوجود يعني المفروض يكون هذا الواجب الوجود موجود قبل الواجب الوجود الآخر أو بعد وخطأ أنك تقول قبل وبعد هذه مشكلة ذكرتني بإحدى أكبر المشاكل اللي وقعوا فيها إخواننا المسيحيين إخواننا نصارى تعرف ليش لأنه حينما تقرأ قانون الإيمان المسيحي وهذه واحدة من أكبر العثارات من أكبر المشاكل اللي أنا أواجهها طبعا زوجتي بالنسبة للي ما يعرف زوجتي مسيحية وزوجتي تقول يا رياض أتمنى لو ترجع للمسيحية يا رياض أتمنى لو ترجع وتؤمن بالمخلص يسوع المسيح أقولها أنا ما عندي مشكلة مع يسوع المسيح بس عندي مشكلة مع الآب والإبن والروح القدس الآب إله والإبن إله والروح القدس إله تشبه سؤالك وحسب تعريف القانون الإيمان المسيحي ونؤمن بإبن الله المولود من الآب انتبه على هذا المصطلح الإبن المولود يعني جاي جاي بعده المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق والروح القدس المنبعث من الآب هاي بالنسبة للأرثوذوكس أو كملها المنبعث من الآب والإبن بالنسبة للكاثوليك طبعا المغالطات منطقية لا حصر لها من اليوم لبعد ستين سنة ليش لأنهم مقيدين بالنص وهذا الفرق بيني وبينهم أنا إنسان حر غير مقيد بالنص هل تتصور إن المخلوق يمكن أن يستوعب أو يفهم الخالق أم أن الخالق هو الذي وضع فهمنا له أنا ممكن أن أصل إلى المحيط كالمحيط الهادي أو المحيط الأطلسي إلا أنني ليس بالضرورة أن أعرف كل خبايا وكنوز أعماق البحار في المحيط الهادي والأطلسي لكن هل بإمكاني الوصول على الأقل شمولية معرفة شمولية أن هناك شيء اسمه محيط نعم وأنا أستطيع أن أصل إلى الله وليس بالضرورة أن أعرف كل تفاصيل وصفات الله نفس السؤال من الذي وضع فيك هذه القدرة لكي تعرف الرب هل هي وضع فيك الرب هو وضع الإمكانية أنك يمكن يكون مثلا أنا صنعت طاولة مستحيل الطاولة تعلم أني خلقتها أني صنعتها لو نتكلم بداخل المنظومة الكونية إلا في حالة واحدة أني أنا أجعل فيها ميكانيزم بيش تعرفني أنا اللي خلقتها هل أنت تتصور أن هذا الرب وضع هذا الميكانيزم في الوجود الكل أم في الإنسان فقط كيف يعني من أين أتت لك فكرة الرب أصلا كما قلت في بداية الحلقة أني أنظر إلى أنا أحب الطبيعة وحب العلوم الطبيعة مؤشر أو سهم يشير إلى هذه القوة العظيمة فوصلت أنا بفضل التطور إلى مرحلة أستطيع أن أسأل مثل هذه الأسئلة وأن يكون لي إدراك وأن يكون لي وعي فطبعا أكيد لما نرجع بالتسلسل إلى الوراء أخ كريم أعتقد من المنطقي جدا أن نقول أن المصدر هو الله لأنه لما نرجع بهذا الكون المادي وأنت حضرتك اتفقت معي من الأول قلت أن هذا الكون لها بداية شيء لا شك ولا غبار عليه والانفجار الكوني البيك بانج حقيقة علمية طيب أنا بالنسبة لي الله هو المسؤول عن البيك بانج هو المسؤول عن الكون هو اللي خلق الكون على فكرة أنا لا أؤمن بهذه الفكرة على فكرة أي فكرة فكرة أن البيك بانج هو أول بيك بانج في الكون آه مش مهم إذا كان تسلسل بيك بانج خلينا سميه جمع البيك بانج بيك بانج تسلسل البيك بانج كربوبي ما عدناش أي مشكلة بس لازم يعني مثلا السلفية أو من الآخرين مثل ابن سينة أعتقد ابن سينة وابن رشد كانوا يعتقدون بقدم العالم يقولون على العالم أنه شنو قديم وهناك فرق طبعا كما تعلم بين الأزلي والقديم لكن رغم ذلك رغم يقول لك قدم المادة كان المادة قديمة 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 وجودها وجودها مرتبطة بالعلة والمعلول والعلة التامة فكلما كانت العلة التامة موجودة حتما على قالة السيد واقعا المعلول لح يتبع هذه العلة إذن بما أن العلة قديمة فلابد أن يكون المعلول أيضا قديم هذا كلام يقولها ابن تيمية ويقولونها بعض الفرق الكلامية الأخرى إلا أنها بالأخير أيضا ليس بإمكانها القيام بذاتها وليوحدها لا زالت بحاجة إلى الواجب الوجود اللي مسؤول عن الوجود فهذا المصدر سواء هذا البيج بانج أو البيج بانج أو سلسلة من البيج بانجات إذب هذا المصدر لا يعني أي شيء نحن لدينا مصدر وهذا المصدر في كل الأحوال رح يظل هو الرب بالفعل يعني الأزلية ليس لها وجود فعلي هي في الحقيقة سلسل بداية ونهاية وما كل بداية إلا يعني هي مؤخرة نهاية وكل نهاية هي مقدمة بداية بهذه وجهة نظر نرجع للمسألة نحن نعرف أن نحب نعرف رياض الخزرجي لماذا لماذا لا يؤمن أو لا يؤمن أحسن فكرة لا يؤمن أو لا يعترف أن الكون واجب الوجود ولماذا يبحث له عن واجب الوجود الآخر مجهول هو عنده كون ظاهر قدامه يعني واعي به وعرفه ومراقب لي لماذا ينكر أنه يكون واجب الوجود وينسب هذا الكون بوجوده المادي والغير مادي لشيء مجهول يعتبره هو نفسه واجب الوجود حب نفى ما دي النوع أنا دا حاول أفهم على سؤالك Are you referring to Bertrand Russell حينما سألوه عن الكون قال لك الكون بما معناه واجب وجود It's a brute fact اقبلوها كما هي وخلاص هل هذا تقريبا نفس لا أنا نفس الشيء مش نفس الشيء أما معناه أحنا عنا الآن كون موجود بوجوده المادي والغير مادي وهو كون معلوم من طرف الإنسان الذي يعيش ضمن المنظومة الكونية فلماذا فلماذا ترفض فكرة أن الكون واجب الوجود وتنسب هذا الكون إلى شيء مجهول لا ترى أنت تعرف هذه المسألة تسميها التوسل المجهول قصدك يعني يعني الرب يعتبر مجهول يعني أجهل من الكون بالنسبة لك يعني أنت معرفتك بالكون أكثر من معرفتك بالرب متفق معين يعني لماذا تنسب الكون إلى رب مجهول هذه فما قاعدة في القنصية تقول أن أحسن شيء في العيش في هذه الحياة هو البساطة لا تعقد الأمور قاعدة الأخام الأفوح هو أهم نقطة يعني أنا عندي كون يعني كون موجود فهم وعيه النجم ندرسه النجم نبحث فيه النجم نتطور فيه لماذا أنسب إلى شيء نقعد مثل سبي يعني نحن نعرف عليش يعني شنو اللي يزيد هذه عقل مثلا أنا هتكلم عن نفسي عقل رياض الخزرجي وعقول فلاسفة كثيرة طبعا إذا قلت حكماء رح يعني يقولون رياض ينسب نفسه إلى الحكماء لا أنا أظهر واحد فيهم ولست مستحقا أن أفك رباط أحذيتهم لكن نحن نقف لأنه السؤال سأله الشخص العبقري الجينيوس اللي اخترع الكالكولوس مع زميله إسحاق نيوتن جودفريد ليبنز و جودفريد ليبنز سأل سؤال أنا متأكد حضرتك سألت نفس هذا السؤال وأنا رسأل نفسي هذا السؤال من أول يوم أصبح عندي وعي ليش هذا الوجود أصلا يعني الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية ترى معقدة القوانين الكونية والكوزمولوجي معقدة ليست سهلة جدا شوف كل هذا التقدم وكل هذه التكنولوجيا وبعدنا لم نصل إلى يقول لك 95% من الكون مادة مظلمة مظلمة في ناس مفكرين أنها هي مظلمة بمعنى مظلم أسود لا 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 هذا مصطلح تعبير عن غير معروف فبدل فبدل ما يقول لك غير معروف قال لك مبهم مظلم مبهم يعني على أساس أنه لم نسلط الضوء عليها بعد فلذلك هي مظلمة طيب كم هذه النسبة أوف 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 95% من هذا الكون الذي نشاهده غير معروف مجهول مادة ظلمة وطاقة أنرجي ظلمة وكل اللي نعرفه لحد الآن فقط ما نشاهده 5% لا أكثر هذا الكون نفسه مجهول وهذا الكون نفسه معقد لكن البنية التحتية تقول كل ما تراه أمامك بما فيهم نفسك ممكن وهنا ندخل في الممكن والضروري والواجب والصلوحي والتنجيزي ومصطلحات كثيرة في علم الكلام والفلسفة تدل على أنت أكيد منطلع عليها أكثر مني أقول استحالة وجود ما هو ممكن مثل الكونتوم فيزيكس يعني الذئل الإلكترون قبل عملية القياس موجودة في عالم احتمالات وهو أول سؤال لذلك نحن ما فيش مشكلة بينه بينك أنه ليس كل شيء مادي هناك أشياء لا مادية وإلا ما كانش فينا أن نفسر الرياضيات وما كانش فينا نفسر الإلكترون والفوتون اللي موجودين في عالم احتمالي السؤال أين يكمن هذا العالم بالضبط وين موجود هذا العالم الرياضيات وعالم المثل الأفلاطونية والإلكترون وين فهذا السؤال نوجهه إلى المادي اللي هو متمسك فقط في المادي لابس هذه مش مشكلتي ولا هي مشكلة الأخ وأحييك على هذا التوجه الصريح وعلى هذه الشجاعة يعني لأمثالك قليلين فمارد أطول ومارد ألقي محاضرة وإنما اللي يدفعني تقول لي ليش أنت تروح على المجهول أروح على المجهول وقد يعترض علينا المسيحي ويقول لا لقد ظهر بالجسد ابن الله الحي شفناه قبل ألفين سنة لم يعد مجهولاً بعد اليوم هذا بالنسبة للمسيحي أو المسلم يعترض ويقول لا 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 أحنا إجانا وحي نزل علينا جبريل وتكلم مع خاتم النبيين الحبيب المصطفى وكلمنا الله عن نفسه وعرفنا الله من خلال وحية طيب 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 كل واحد عنده فكرته وكل واحد بالنسبة لي أنا فقط متمسك بالمبادئ وتركت الفروع لأني أقول عن الفروع لا أعلم أقول لا أدري أغنوستيك بما يتعلق بالفروع إلا أن الوجود الممكن وتأكيد رح تتفق أن هذا الوجود ممكن ليس ضروري أن يكون هذا الوجود وخصوصاً لما نعرف أن هذا الوجود مقيد بالقوانين اللي تحكم يعني فيه نقص وينما أشوف أطالع أشوف نقص إذن أنا مجبر أني أتوجه إلى الكامل الذي أوجد هذا الوجود أو أخرجها من الممكنات إلى الموجودات الحادثات هذا اللي يجبرني على هذا الشيء العقل نفسه غصباً علي صدقني غصباً علي العلة يعني تعود للعلة لازم هل الآن بقى تقريباً ستة دقائق رغم لي الأسألة كثيرة لكن نزيد نسألك اثنين أسألة فقط أو ثلاثة هل الإيمان بالرب بغض النظر عن الرب خطر أنا أتصور يعني إنه كما يقول الحديث الطريقي لله بعدد أنفس الخلاق صح يعني مهما تصورت الرب يعني تتصور طريقتك الخاصة لأنه هو مسألة حسية صح إيمان بالرب شيئاً ما في حياتك أنت كرياب الخزاني نعم طبعاً أنا أتهم أنه دوافعي للربوبية هي نفسية وعاطفية العكس هو الصحيح أنا لما قبل وفاة بنتي المرحومة كان عندي سكبتزم كان عندي شك وبعد وفاة بنتي اتحولت إلى غضب عارم يحرق كل شيء أمامه والشيء المضحك إذا أصور نفسي بالكاميرا أعلنت الإلحاد تمرداً على هذا البطش السماوي الدكتاتور الهتلر يعني أشوف حالة الغضب تخلي العقل خلاص يتلاشى غير عنا لما الإنسان يكون هادي فأنت أعلنت الإلحاد يا رياض بس أشوفك ترفع رأسك إلى السماء وتأشر بأصبعك وتقول لماذا وليش يا الله هالشكل سويت بي شنو ذنب هذه المسكينة إيزين على أقل طلعها فيي أنا أنا المسؤول أنا إذا ارتكبت معصية وأنا ارتكبت خطيئة أخذني أنا خليها هي المسكينة تعيش شنو ذنبها ليش تعذبها بهذا الشيء ليش ليش أنا مخصمك يا إله ولا أغوينهم بما أغويتني وصرت شيطان انقلبت إلى إبليس ورح أفتح قناة عن يوتيوب ورح أخلي الناس كلها تصير ملاحدة وأنا أورجيك يا أنت يا أنا هذا الكلام وأنا على أساس ملحد يعني يعني على أساس أنا خلص بطل يعني أنا قاعد أكلم نفسي قاعد أكلم نفسي هذه العاطفة دمرتني شققتني خربتني ووقعتني بمشاكل مش قادر أطلع منها لحد هذه اللحظة وهذا الدافع النفسي اللي خلاني توجه للإلحاد تمرداً على الله نفسك لكن مهما حاولت ومهما خبطت رأسي بالحيط أشوف نفسي أرجع أرجع وأحنو ركبتي وطبعاً لا مسألة الشر ومعضلة الشر هذه قتلوها الحكماء والفلاسفة بحثاً وأجابوا عليها بكتب مجلدات من هنا إلى سطح القمر إذا مديتها بخط معتدل فأنا ما رح أتكلم في معضلة الشر ولا مشكلة الشر لكن في نهاية المطاف بعد ما رجعت على قولتنا بالإنجليزي Back to my senses شوية مرة ثلاث سنوات من وفاة بنتي اليوم أنا شوية أهدى وأفضل من قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات كنت جداً اللي يفتح اللي يفتح ثمه ويجيب سيرة الله يعني ما تعرفش كنت زوجتي زوجتي مؤمنة ممنوع منعاً باطن تجيب سيرة الله ما حد يفتح ثمه ويقول لي الله أو يقول لي رب أو يقول لي يعني كنت أمسح فيهم البلاط من الغضب الآن هديت 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 رجعت إلى قواية العقلية أتمنى يعني يعني أني أنا ولو في ناس يشككون في قواية العقلية لكن أقول وأخيراً شوية هدت النفوس رجع العقل إلى رجعت المياه إلى مجاريها وهذا الإيمان بالرب يعطيني أمل صراحة لأنه قبل ذلك يا أخ كريم حسيت نفسي بحفرة لا أستطيع ولا أقوى على الخروج من هذه الحفرة يعني كنت أروح أزور بنتي ولا زل طبعاً أزورها في المقبرة أنظر إلى هذه الحفرة تحت الأرض وأقول أنا ميت أكثر من الميت نفسه حياتي ميتة حياتي ما بها أي معنى ما بها أي طعم يعني نحن نعيش في حبة رمل ضاعة في وسط كل هذه المجرات لا أحد يسأل عليك ولا أحد مهتم فيك ولا حتى أهلك البشر الإنس المقربين منك أخوانك وعمامك وخوالك ما يعرفون بيك إذا كنت عايش أو ميت وبكرة إحنا ميتين ورح ننتهي وخلص والأخلاق نسبية والقيم نسبية وكل شيء نسبي في نسبي في نسبي إحنا جايين سلف مشترك مع القرد وعلى الدنيا السلام إذن هل تؤمن بالبعاء أغنوستيك يعني أقول لابد من وجود حساب ومعاقبة ومسؤولية على سلوك وتصرفات الإنسان الحر الإنسان العاقل الإنسان اللي عنده إدراك لكن لما تسألني على الكيفية أقعد من هنا لبعد ميت سنة ما رح أعرف أجاوبك على الكيفية ما عرفش إذن آخر سؤال قبل ما أختم خطر نص ساعة متاعي خلصت ما هي مهمتنا في الحياة أو بالأخص ما هي مهمتك أنت حسب رأيك في الحياة يعني هذا الرب اللي أنت تؤمن به ما هي المهمة الذي وكلها للإنسان أو وكلها لك ممكن تعيد السؤال سوف أبلي حسب وجهة نظرك أنت الرب هذا أوجدك وطبعا أوجدك وأوجد الكون طبعا لم يوجد الكون ويوجدك عبثا لأنه لو وجدك عبثا يعني هذا ما عدش ولي رب عاقل أصلا إذن أكيد أوجد الكون وأوجدك أنت أو وجد أوجد الإنسانية وأوجدك أنت لهدف هل يمكن أن تعطيني إجابة على الأقل لماذا هذا الكون على حسب لماذا ربك خلق هذا الكون أو لماذا خلق الإنسان الواعي أو لماذا أوجدك أنت بالذات نعم حسب رأي الحكماء أن الغاية والهدف معرفة الله وتوحيده لا بد من توحيد الله رح يتهموني بالإسلام لا إحنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شركة له أنا بالنسبة لي أتوقف عند هذه الجزئية فقط وأن يعرف الإنسان الله في قلبه ونعمة الوجود لأن الوجود نعمة يعني حتى أضرب لك مثل إحنا موجودين وحتى لو كنت ملحد وحتى لو كنت غير مؤمن بغاية أو هدف لكن صعب عليك تأخذ مسدس وتقتل نفسك وتنتحر بل أنت لازلت متمسك ومتشبث بهذا الوجود رغم كل الصعاب وغريبة ليش أنت متمسك بالحياة إذا أنت يعني إذا فعلا عدمية نيلست اللي يؤمنون بالعدمية فأنا أقول عكس العدمية لا هناك غاية وهناك طبعا أخ كريم أخ كريم نقطة مهمة جدا ردا على سؤالك ماذا لو كانت إحدى هذه الديانات مش عارف كم عددها 300 3000 دين ماذا لو المفاجأة الكبرى سبرايز سبرايز طلعت واحدة من هذه الديانات صحيحة إذا طلعت صحيحة يعني يعني حيرة بصراحة ما يعرف إنت قل لي شو واحد شي سو إذا طلعت واحدة من هذه الديانات صحيحة معنات ردا على سؤالك نعم هناك هدف بس أنا وأنت مغيبين للأسف عقولنا أو مستوانا أو الظروف ما سمحت لي وما سمحت لك أنه نصل إلى هذه الحقيقة كيف نصدر يعني كيف أصدر الحكم مسبقا على شيء أنا أجهل يعني لا تعرف لماذا يا أخي ما أعرف أنا لما أسأل المسيح يقول لي الله يريد علاقة شخصية معك يا حبيبي ده نأش اسمك على كف إيده يابني دائما يطلعون لي مصريين ما أعرف ليش ده الرب آقابي يعني محبة وعاوزك تعيش معه حياة أبدية في الملكوت المسلم ما خلقت الأنسى والجنة أو الجنة والإنسى إلا ليعبدون والجنة وحور العين واليهودي اليهودي بايع ومخلص ولا أصلا مهتم روح أخبط راسك أنت شفت اليهودي أنت تتكلم على اليهودية بها أنا يمكن ما يعرفونيش الأخوة أنا مع أنت أمي يهودية وعائلتي من أمي كلهم يهود ونصفهم في إسرائيل يعني أعرف اليهودية من نعومة أطفاري أني أنت شعب الله المختار بعد ولعلمك كل ما تقرأ على اليهودية صدقني ليس كما يلقى لك اليهود مباشرة لليهود كما تعلمت من عند جدي من عند أمي من عند عائلتي عندما ينظرون إلى الكتب اليهودية نقول أمي مثلا جدي نقوله نقل وحليك لك باش الناس يعرفونا شكول هاو قل لك اليهودية الحقيقية ماذا صح صح يعني في الحقيقة شيء آخر اليهودية لا يعرف اليهودية إلا اليهودية يكذب عليك قل لك إنسان يعرف اليهودية هذه مع المهم أنا أكتفي بهذا القدر رغم أن الأسئلة لازلتها يا سيريا لا أخي خذ راحتك بصراحة أنا ما مقيد في أي وقت وسعيد بالأجوبة متاعك الآن أترك لك أنا أخذت أربعة تقايق زايدة على نص ساعة متاعي عذرا لا 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 ما في تقيد نحن أحرار يا أخي أحرار بالوقيت لو مع أنت الأشخاص لو مع أنت تتكلم قليل مع الأشخاص مدام أنا أنك خلصت سجارة وتبدأ تسأني الأسئلة بتاعك نعم تعرف عليها كما أنا تعرف تعليق فأنت وأنا أشجع الحضور الكرام اللي على التاكست أنه أيضا إذا أعدكم أسئلة لي أو أسئلة للأخ كريم أخ كريم عندك مانع نحو العشر دقائق الأخيرة نفتح المجال للمشتركين يدخلوا أوكي جيد مرسي أخ كريم أنا لم أحضر لأنه أنا حاطب بالي أنه رح نقعد أنت واضح عندك ورقة وأسئلة ومجهز أنا أعتذر أنا عندي كثير أسئلة ما لم أسئل إلا عشرة في المئة فقط أنا أحب أني أكون منطلق وأحب العفوية أنت شايف فيديوواتي على اليوتيوب 99.9 من الفيديوات عفوية أنا لك هناك شخص يعمل فيديو من اللي أعرفهم تقريبا 40 شخص لا أشاهد كل فيديوواتهم صح يعني ما أترك خيركم من جمع عقول الناس في عقله ما فماش إنسان مهما كان إلا تتعلم منه شيء الشخص اللي أسمع له ثلاثة فيديوات أربعة فيديوات ما قام ما نسمع من نستفيد منه شيء ما عادش نسمع مدام هناك معلومة أنا معها وهذا انتباق من إيماني طبعا فضلا صحيح أنا أنتفق معك أنه إذا الإنسان أنا طبعا معرف ليش دائما يأجلون هذه العملية لزراعة الرأس في نهاية السنة وبداية 2018 لأنه هذه التجربة راح تكون مهمة جدا جدا وإحنا نتطلع إلى العملية بفارغ الصبر رغم إنها سوف تغير شيء رياض العملية أنا فكرت أني أعمل فيها مباشر للأسبوع القادم لأن باتصال بواحد طبيب مختص في عالم الأحصاب ونقشت معاه الموضوع خطر أنا ليس مختص في العلوم لعلمك أنا أكثر شيء مختص في الروحانيات اختصاصي هي الروحانيات والديانات والتاريخ هذا اختصاصي ولكن أعود للعلم دائما طبعا العلم بالنسبة لي هو الفاصل يعني أين وصل العلم أنا معه وفي مسألة زرع الرأس سوف لا يغير شيء يعني في الحقيقة المسألة واضحة النتيجة واضحة لأن العقل المخ بالأحسن كلمة مخ سوف يكون مخ الإنسان الذي عليه يعني الجسد ليس له أي قيمة المهم هو المخ المهم هذا موضوع آخر أتركك للأسئلة بتاعك وأتشرف بالحضور معك ومع ضيوفك ويمكن أن تسهل أي سؤال طريقة عفوية أو كما تريد أنا تحت أمرني شكراً شكراً عزيزي للشرف أيضاً بوجودك أحاول أيضاً أجمع الأسئلة التي تجيني على التكست بين البث وبين التكست أيضاً من الأخوة سؤال للأستاذ كريم من أستاذ علي يقول ما هو الشيء الذي خلاك تؤمن بالإلحاد كإيمان يعني أنت عرفت الإلحاد أنه إيمان كأن ما يريد منك توضيح أكثر شوية أول حاجة يقولون أن الإنسان يميزه على الحيوان هو العقل وهذا غير صحيح الحيوان عنده عقل صحيح طريقة تفكير ومنطق وتختلف على الإنسان ولكن الحيوانات الكل عندها عقل وتتعلم بدليل أن الدفا مثلاً عنده عقل وعنده لغة قريبة جداً يعني يمكن أن نتفق معها إذن تمييز الإنسان على الحيوان بالنسبة لي أن الإنسان هو النوع من أنواع الحيوان وليس حيوان هو خرج من عالم الحيوان ودخل عالم الإنسان وهو عالم وحده كما أن الحيوان خرج من عالم النبات والنبات خرج من عالم الجمال إذن هي مراحل متسلسلة والإنسان هو كائن الإنسانية هي كائن قائم بذاته ليس حيواناً وإن مصبره الحيوان إذن الذي ميز الإنسان على الحيوان هو الإيمان لأن لا تجد حيوان مؤمن الشيء الوحيد الذي يميزنا نحن البشر أنه بدون إيمان نتحول إلى حيوانات هذه نقطة النقطة الثانية أن إثبات وجود الرب أو عدم وجوده لا يمكن لأن المنطق هو داخل المنظومة الكونية يعني لا يمكن أن نحكم على شيء إلا من الخارج وإحنا داخل المنظومة الكونية إذن بالنسبة لي كما يقول المعري يقول لك المنطق يغالدك لأن الكلمات إفماك إفماك بالصراب يجعلك تقع في الخطأ هذا المعري ماذا يقول في هذه المسألة إذن بالنسبة لي الإيمان هو مسألة حسية يا أما تؤمن يا أما ما تمنش يا أما يعني بالنسبة لي إنكار وجود الرب هي مسألة إيمانية وكما يقول الحلاش أنا طبعا المصادر كلها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما أستعمل المصادر الغربية أصلا لأن المصادر الغربية كلها مسروقة من المصادر امتعنا كما أحنا سرقنا من الشعوب الهند والشعوب الأخرى أحنا سرقنا وهما سرقونا يعني في الحقيقة هذا كل ملك البشرية ليس ملك أحد هذه مسألة إذن بالنسبة لي يقول الحلاش عندما أكون أنا لا يكون الرب وعندما يكون الرب لا أكون أنا إذن هنا الفكرة أنا ليجب بالنسبة لي فكرة الرب هي فكرة الأب إذن يجب الإبن لو لا يستقل عن أبوه سوف يبقى دائما قاصر دائما قاصر إذن فكرة الإلحاد هي ضرورة لكي أثبت رجولتي وبلوغي الفكري لأن مدام أنا أؤمن برب يعني أنا قاصر وغير مسؤول إذن هي مسألة إيمانية لكي أثبت وجودي كإنسان هذا هو الجواب التالي ممتاز بالنسبة لي المسؤولية مسؤولية الإنسان يعني اللي فهمت منك is it something شبيهة بما قاله الفقيد كريس هيتشينز أنه نضع مسؤوليتنا تحت خشبة الصليب على الفكر المسيحي أو أن الله متكفل أو نأخذ المسؤولية على أنفسنا وعلى عاطقنا نوع من أنواع الإندبندنس هو هذا المقصود أنا عند حاول أفهمك يعني المسؤولية هي يعني بالنسبة لي هي الاستقلالية الكاملة الاستقلالية الكاملة لا تنفر المس إن ديبندن إن ديبندن دو غيان على خاطر ما دام أنا أؤمن برب إذن لا أستطيع أن أكون يعني أنا عبد إذن حتى شاسمه بول شورسس اللي هو ألماني قال لك أول مرحلة الإنسانية اللي الإنسان يصل فيها إلى التخلص من 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 هو يسميها مراحل بشرية إنها من الطفولة إلى المراحقة إلى البلوغ الأصول للبلوغ هو التخلص من فكرة الرب لأنها يعتبر مرحلة المراحقة هي مرحلة الربوبية ثم مرحلة الطفولة هي المرحلة الحيوانية أو ما يسمى الولادة من الطبيعة إذن هي نفترضه نفترضه إن هناك رب هو بيدو هذا الرب يطلب منه أنت تصور أنت عندك أب يعني أنت شوف العصفور العصفور يدفع ولده بيش يتخلص منه بيش يتعلم يطير تصور العصفور أو الحيوان يقعد يتبع أبوه حياته كابلة يعني فرضنا افتراضاً أن هناك رب فيريدنا أن نكون مستقلين عنه وهذا هو فخر الأب أنت كأب تفتخر عندما ابنك يعمل على نفسه وما عادش يعمل عليك هذه هي الفكرة متع الانتبندانس يعني اندبندانس يعني مسؤول يعني بان نعم أعتقد يعني حسيت من ردودك شيء شبيه بما يقوله بعض المؤمنين أو الحكماء أن الله أعطى الحرية المطلقة للإنسان رغم أن الإنسان أيضاً مقيد بالجسم ومقيد بالدييني ومقيد بقوانين الفيزياء والكيميا هو ليس حر بالحرية بمعنى الحرية أنا أيضاً أريد أعمل فيديو وحلقة عن موضوع الحرية ومفهوم عملت أنا فيديو حول الموضوع هل الإنسان مخير أم مسير صحيح وأعتقد نحن من الكامب أو المعسكر الذي يقول بأن الإنسان مخير وإلا انتفت العدالة إن لم يكن مخير ولكنه أيضاً مخير إلى حد ما يعني مخير فيما يعلم نعم وفيما يقدر ليس مخير في كل شيء على قد ما تكون عندك معرفة على قد تكون عندك خيار مثلاً أنت عمرك ما أكلت القط وعمرهم ربك على القط عمرك ما تشتهي القط إذن أحنا الخيار متعنا في المعرفة لهذا الإنسان على قد ما يعرف على قد ما تكون مساحة الحرية أكثر نعم أنا يعني منظوري أنا ما أعرف إذا كان فيه تشابه وإنما أنا أقول أن الله أعطى الحرية للطبيعة وللإنسان وأن الإنسان باختياره يتوجه إلى الله وليس أن الله يجبر الإنسان على الإيمان في بعض الفرق والمذاهب اللي كأنما إن لم تؤمن بهذا الرب راح يعمل فيك العمائل بينما هذا ليس مفهومي أنا الخاص عن الإله والرب بل هو يعطيني حرية للاختيار وإما أنك تريد تطلب هذا الرب في حياتك وتعيش معه خصوصاً إذا فهمنا أنه هو مصدر الحرية أو حقيقة الحرية المطلقة أو أنك تعيش بعيد عنه وهذا هو مفهومي للجنة والنار الجنة الاتحاد بذات الله ومن هنا يدخل السيد أحمد القبنجي اللي يقول بأن يعود وعي الإنسان إلى الوعي المصدر الحقيقي الشامل للوجود أو ينفصل عن هذا الوعي ويعيش في ظلام ويعيش في حالة من الحزن هذا هو التشبيه الحقيقي للجنة والنار بس ما نعرف هذا ينقصنا الدليل وينقصنا البرهان مسألة سرياض هل هذا الرب يفكر في مصلحة الإنسان أم لا؟ يعني لو أنا أجد راحتي في عدم الإيمان به هل يعترض على ذلك؟ لا 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 يعترض يعني هو يحب راحتنا ما هو نفترض أنه موجود يحب راحتنا نحن نشوف الفرق بين المتدين والفرق بين الربوبي مثلي مش بعبع هذا الإله لا يخيف مش أنه هو ماسك عصايا بإيده ونطرك أنت على الدقرة وإنما كل إنسان مسؤول عن تصارفاته ويترتب على حرية اختيارك ما يترتب من مسؤوليات الله تقدر أن تقول متفرج أو ترك لك هذه الحرية المطلقة ولكن عكس من المتشددين أو المتطرفين اللي جبرك يعني كأنما يجبرك جبر مثلا أنا مرة من المرات بالسعودية نتمشى بالشارع وحانى أوان صلاة العصر طلع لي المطوع أبو لحية شاي العصاية يلا 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 على المسجد يلا يا أخوان برك الله بيكم صلاة العصر ما أريد أصلي أنا حرية وأنت أصلا قبل ما تصلي تقول نويت أن أصلي موجها وجهي شطر المسجد الحرام حنيفا هي هي إنما الأعمال بالنيات فأنت ليش تجبرني على شيء أنا مش يعني هاي على أقل موضوع آخر أيضا معقد خلينا نشوف الأسئلة الأخرى السؤال يقول كريم بأن البعث سيكون عن طريق بشر في المستقبل بععادة خلقهم لذاكرتنا إذن من الممكن أن يخلقوا من ذاكرتك أكثر من كريم أي كريم ستكون أنت سؤال جميل سؤال حول هدية خطرانها هو من بالبعث ولكن أعتبر البعث هو عمل إنساني بحث يعني الإنسان هو الذي سوف يعيد الإنسان وتكلمت في هذا الموضوع يعني مع الأخفراس حول المسألة هذه حول الإيمان الحدي أن كل إنسان في الحقيقة الفرق بيني وبينك وبين أي إنسان هو الذاكرة يعني أنت لو نحيي يقولك الذاكرة معك ش أنت رياض ولو أخرنا ذاكرتك ووضعتها فيي وأخذت ذاكرتي ووضعتها فيك لأصبحت أنت كريم وأنا رياض وهذه الذاكرة هي مسجلة في الكون يعني هي ما يسمى الجانب الغير مادي من الإنسان كل إنسان الجسد يموت صحيح ويعود للطراب ولكن الذاكرة تبقى مسجلة كما هي موجودة إذن هنا بالنسبة للإعادة يجب أن تعود الذاكرة كاملة لأن الذاكرة تاريخ ليس تركيب الذاكرة تاريخ يعني عندي مثلا تسجيل من جيشنا نقسمه لو نقص منه قطعة واحدة لهذا مع أنت في الإيمان الحادي يجب أن تكون كما أنت على قدر ما تكون كما أنت على قدر سهولة إرجاعك بعد في المستقبل بعد ألف سنة ألفين سنة ما يسمى بالبعث الإنساني كما يعني أنت يقول جعفر الصادق في أول باكر نسيد عندما سألوه كيف يحاسب الله الناس مع أنتها هما ملايين قالوا يحاسبهم كما يرزقهم أي في الحقيقة أحنا نحي إبعضنا طبعا لا يمكن يا أخي أن تنقص ذاكرة واحدة من كريم وأن لا يصبح ليس كريم إذن هذا هو الجواب التالي جميل أنا كنت رح أسألك أنه في حالة انتقال الذرات كريم وأخذنا ذرات جسمك كلها خصوصا الذرات اللي في مخك وجمعناها في كريم مستنسخ عن كريم الذي يجلس أمامي هذا الكريم المستنسخ هل سوف يكون بنفس كريم ولا كريم من نوع آخر كريم من نوع آخر كريم من نوع آخر لأن هناك المادة وغير المادة المادة هي مجرد يعني مسجل المادة هي عبارة على مسجل للذاكرة وأنت مثلا عندما مثلا بعد عمر طويل تموت الجينات يعني أنت تحمل ذاكرة كل أجدادك وأنت سوف تخلف ذاكرة كل أجدادك يعني بعد ألف سنة مثلا لو الإنسان وصل إلى إعادة الموتى لو أنت عندك أولاد بعد ألف سنة يكفي أن يأخذوا جينة واحدة من ابنك ويصنحوا له جسد ولكن يجب أن يصنعوا له جسد يمكن أن يضع فيه ما يسمى ذاكرة رياض لكي يعود رياض كما كان وأنا لأني أيضا مثلك عندنا الدوليزم المادة واللامادة أعتقد سؤال كان في أحد المناظرات أنه فعلا الظرات تتبدل في مخ الإنسان الحاليا يعني وشي غريب أنه رغم تبدل هذه الظرات إلا أنه شخصيتنا ما تبدلت وذاكرتنا ما تبدلت يعني هذه خلايا العصاب تعتمد على هذه الظرات والذرات نفسها تبدلت وتغيرت ورغم ذلك ما عدنا مثل ما إحنا يعني ما تغيرنا شي غريب عجيب ما عرف شنو جواب الأسئلة قاعدة تزيل أنا تعجبني هذه الأسئلة أستاذ فرج خلينا نشوف تأخرنا على سؤالك أستاذ فرج السعدي يقول رياض سؤال وين صار هذا؟ خلينا أسأل سؤال لماذا تميز الإنسان عن سائر الموجودات بأنه قادر على التفكير والاكتشاف والاختراع والبحث والبناء والتطور في كل المجالات هو الوحيد الذي تفسير الكون هذا دائما هذا سؤال مكرر بشكل رهيب ليش دائما يقول لك الإنسان وفقط الإنسان أنا صراحة ما لا أشوف خصوصية بالإنسان وعلى طول يطلع لك المسلم ويربطها بإني جاعل في الأرض خليفة عندي أنا تحفظ ما رأيك أستاذ كريم؟ بالنسبة لي أول حاجة الذي أدى إلى ظهور الإنسان كإنسان نفس الشيء لو ظهر شيئا آخر لقالوا لماذا ظهر الشيء الآخر إذن يعني هنا ندخل في حرقة مفرغة يعني أول شيء أول نقطة الظروف العوامل الذي مر بها الإنسان هي الذي أدت إلى ظهوره ولو مرت الظروف العوامل على شيء آخر لا أوصلت إلى نفس النتيجة هذه نقطة النقطة الثانية من يقول لك لم يوجد هناك أشياء أخرى خارج هذا الكون وصلت إلى نفس المستوى الذي وصلنا إليه إذن أحنا يمكن أحنا يمكن يعني نوع من أنواع الوعي والوجود يمكن أحنا مثلاً ندمر نفسنا بأنفسنا ونتهي هل تتصور أن هذا الكون كله فمتعمل علينا إحنا؟ لا صح ما عملش علينا إحنا يعني يمكن موجودة أشياء أخرى صحيح أضم صوتك صوتك نعم هذا صحيح لأنه أنا دائماً لما أشوف العدد الكامل هائل مليارات الكواكب وأشيء أكيد هناك كواكب تشبه الكرة الأرضية أو كواكب تسمح لظهور الحياة وهناك من يؤمن وردي دجاء أنه هناك الـ UFO ورجال الفضاء فـ I don't understand يعني سؤال من علي عندي سؤال أخي رياض يمكن تشوفه غبي بس السؤال أنت بعرفك علاوي ماسك الأرقيلي هلأ وعاد عم تسأل ستيب يقول لك يمكن تشوفه غبي بس السؤال لو جميع البشر شون راحوا على الجنة هل يمكن الأمان يخلق جنة وهل يمكن الأمان آه الإيمان يا أخي كتبها إيمان كاتب لي الأمان طيب لو جميع البشر آمنوا بالجنة هل يمكن الإيمان يخلق جنة وهل يمكن الإيمان في الله هو فقط وهم عزيزي علاوي هناك ضوابط منطقية أعتقد أنه حتى الأستاذ كريم يتفق معي على هذه الضوابط الأرستية لا أعلم أن يؤمن بها كلها أو بعضها يعني الواحد نصف الاثنان الشامل أكبر من المحتوى الخطان المتوازيان لا يلتقيان هذه أحنا ما نبني إيماننا على وهم وكأنما تقول لي رياض أنت مكيف فرحان تريد تؤمن مشاعرك وعواطفك هي لا أنا قلت لك العكس هو الصحيح المشاعر والعواطف هي اللي دفعتني إلى الإلحاد وليس العكس وبعد ما هديت وبعد ما شوية مخي رجع لي رجعت وكملت مشوار الإيمان بالله أنا من زمان مؤمن بالله من أنا عمري سنتين ولي حد الآن لكن مرت ظروف وهذه الظروف هي اللي كان لها تأثير بس الإيمان بالله هو إيمان طبعا الإيمان الوجداني ليس دليل ولا هو برهان وهناك الكثير الأخ كريم كان متصوف وهو يعلم جيدا ما أقول الإنسان يشعر في داخل ذاته أنه نالك إله وأنا أشعر بهذا الإله الوجداني أشعر به دائما 24 ساعة في النهار نون ستوب لكن هذا لا هو دليل ولا هي حجة على غيري الدلائل العقلانية أو العقلية هي فقط الحكم الفيصل بين اللي يؤمن واللي لا يؤمن أنا أنطي برهان أنا أنطي حجج وأنت بالمقابل أعطيني الحجج والبراهين اللي عندك هذا كل ما هناك فهي ليس التوجه عاطفيا بعض الناس يؤمنون بالإله لأنه حقل أساني عقلي يجبرني يجبرني على الإيمان والآن بعد أن صرحت بوجود الإله السؤال اللي وراه وهل هناك عبثية لا مستحيل أنه يكون فيه عبث عبث أو عبثية أنا لا أؤمن بالعبثية سأذكرني أستاذ كريم سألوا ستيفن جاي غولد أحد من قبل ريتشارد دوكنز هذا كان عملاق في مجال الداروينية والتطور سألوا ماذا لو عدنا بشريط الزمن مرة أخرى قبل 3.5 مليار سنة ورجعنا كررنا عملية التطور هل ربما يظهر الإنسان من جديد؟ قالهم لا لا أعتقد 50% 50-50 بتاتخ وي بتاتخ نو رجعوا وسألوا نفس السؤال على فطح الآخر من فطاح الداروينية وهو اليوم من أكثر الناس اللي يدافعون دفاع مستميط عن الداروينية قالوا لكيث كينث ميلر sorry his name is كينث ميلر لو عدنا الشريط مرة أخرى هل يظهر الإنسان يقول له ممكن يظهر إنسان يشبهني ويشبهك يعني مو بالضرورة نفس الإنسان الهومو سيبيان اللي احنا نعرفه اليوم لكن تأكد أنه رح يظهر شخص عنده إدراك وعنده وعي وبإمكانه أن يطرح مثل هذه الأسئلة فتشوفون أنه بعض الناس رغم أنهم علماء ورغم أنهم فاهمين ومتخصصين في الجينات والطفرات والوراثة إلا أنهم يضمون صوتهم إلى صوت الربوبي نعم هناك غاية وهناك هدف شوف شلون فما نعرف كل واحد يقدم اللي عنده ونضعها في ميزان العقل والعقل هو اللي يحكم خلينا تأخرت أنا بالأسئلة نرجع شوي يقول كريم كريم سهل روح عرفت أنه أين الله من الكوارث أي أين الله من الكوارث بالنسبة للضيف المحترم كريم العبادي سؤال من عماد صديقنا من ليبيا أخ عزيز عماد أعتقد السؤال الموجه المفروض يكون لي ولكن هو يوجه السؤال للأخ كريم تفضل هو المفروض سؤال يكون لي كلا خطرنا الكوارث من طبيعي يعني يجب الإنسان أن يعالجها شوف التكريم يعني طبيعي لأنه ليس هناك وعي هي شيء يعني طبيعي يقع طبيعي والإنسان من واجبه أنه يتصدى للكوارث ويحمي نفسه من الكوارث يعني هذا السؤال يعني متوجه لإيك هذا مش لي دعا هو المفروض يكون نعم رياض بالنسبة للكوارث نحن نقول بأنه هذا الكون أو الكرة الأرضية هي من أفضل العوالم جمع عالم التي خلقها الرب لكي ننال على نعمة الحرية والاختيار وأنت بالمقابل عزيزي السائل أو المشكك هل بإمكانك أن تقترح عالم آخر مختلف عن هذا العالم حيث نستطيع أن نطبق نفس نسبة الحرية والاختيار اللي موجودة هنا على هذا العالم وإن قلت نعم فتفضل عزيزي أحب أسمع منك هذا الوصف للعالم اللي إحنا لسه ما شايفينه وما نعرف بين هذا العالم الآخر اللي ممكن تتوفر فيها حرية مطلقة للإنسان مع عدم وجود كوارث مع عدم وجود زلزال ولا وجود تكتونية الألواح ولا وجود براكين ورغم ذلك عندك أنت اختيار بساعتها بصراحة ما أعرف هذا الاختيار أي نوع من هو الاختيار لازم يكون عندك شر ولازم يكون عندك خير وإلا أنت رح تختار ماذا بالضبط إذا كل شيء حلو وكل شيء عسل وكل حاجة قشطة ما أعرف أنا كيف بهالحالة هذه رح نكون بشر أصلا يعني كيف رح أكون إنسان إذا أنا كل شيء متوفر وعلى الرحب والسعة وعلى كفوف الراحة ولا أعرف النقيض على الأقل المشكلة الخوف علمتني معنى الشجاعة البخل علمني معنى الكرم أشياء كثيرة لم أكن لأعرفها لم يكن العالم مثل هذا العالم إلا أنا أجد نفسي فيه فأعتقد هذا الجواب مختصر وإلا رح نلقي عليكم محاضرات من هنا البعد خمسين سنة خلينا نشوف سؤال آخر أيضا والله الأسئلة كثرت وأنا الوحدي أحتاج إلى مساعد يقول مهند رياض هو الأسئلة لي ولا للضيف كل الأسئلة رياض شفت يا أخي كريم هذا اللي يترك الإلحاد يشوف المشاكل اللي يواجه عندك تحديد إيش تحبت ما دائما من يدعي الشيء يعني أنا معنتها مرتاح لأنه لو ناقشت مع المسلم سوف لا يستطيع أن يناقشني الرب لأنه نقوله كما أنت تؤمن بالرب أنا أؤمن بعدم وجود الرب إذن ناقشني ماذا قال ربك هنا يعني ارتاح منه من المتدين اللي يؤمن بالرب يعني ما نجمش ناقشو الرب ناقشو ما قال ربه وما قال عقلي إذن هنا نوفر علي زخم كبير جدا وفي نفس الشيء عدم إيماني برب يوفر علي زخم كبير اللي أنا بالنسبة لي الإنسان هو الرب يعني المسلم يحتاج ويقول المنكر معه زيادة في العلم يعني أن هناك أسباب جعلتك تنكر وجود الرب هذا السؤال حطرحه عليك بعد قليل لأنه أحب أعرف يعني الأسباب اللي خلتك يعني أنا حتى ما فهم شلون الإلحاد عندك أي يعني شوية غريب عليها بصراحة أنا نفسي مش فاهمة مية بالمية بس أعرف جيدا أن أنت تقول كملحد لا تؤمن بوجود بس أنت تستعمل كلمة إيمان شوف إيمان أي وحتى هذه الكلمة رح يعترض عليك الملحد نفسه أنت أكيد واجهت اعتراضات من ملاحدة أيضا يعني بابايا لهذا لا يعتبروني ملحد يعني لذاتين أنا أغاب يعتبروني غير ملحد العرب أغاب يعتبروني حتى أنهم كتبين علي مقالب الفرنسية وموجود حتى الآن يعني يحذرون مني على أنني ليس ملحد رغم أني أنا ملحد لأنني أعتبر أن الإلحاد هي مسألة إيمانية يعني نحن نقف in the gray zone لا هو أسود ولا هو أبيهف وأنا بصراحة ما أقلومهم وأنت عارفهم وهم عارفين أخ كريم ما تفسيرك لوجود المادة في الكون علما أن المادة مستحيل أن تأتي من هو يستعمل كلمة عدم أنا أحب أن يستعمل كلمة اللاشيء وهذا هو السؤال المواجه لك أنا عندي فرق من بين اللاشيء والعدم أول حاجة العدم بالنسبة لي هو نوع من الوجود هو نوع من الوجود يختلف كليا على الوجود الحالي اللي هو وجود مادي ووجود غير مادي واللاشيء هو العدم داخل المادة بينما العدم خارج المادة لا شيء خارج المادة نطلق عليه عدم والعدم داخل المادة نطلق عليه لا شيء إذن بالنسبة للسؤال متاعه بالنسبة للتسلسل كيف وجدت المادة وجدت المادة عن طريق الطاقة والطاقة وجدت عن طريق العدم ما الذي هو نوعا آخر من الوجود اللي أحنا مدام في عالم الوجود لا يمكن أن نفهم العدم إلا في حالات خاصة وهي ما يسمى بالحالات الميديتاسيون أنك توقع في عملية ميديتاسيون عند الصوفية أنك تحس روحك أنت ما عادش تفكر ما عادش تحس وانا ما عادش مارست هذه الطريقة حتى عند البوذية موجودة وهو إحساس غريب يمكن أن تصل إليه حتى ببعض المخدرات عند الشامان وعند غيرهم هي أنك تعيش في حالة عدم وأقرب طريقة لكي تحس العدم هو عند النوم لكن المشكلة الوعي متاعك ما يحسش وانت نايم وانت راقد إذن بعملية بعض المخدرات وبعملية الرياضة النفسية تستطيع أن يعني سي رياض يعني ما تستطيعش إنسان يقول لك أنا حلمت حلمة ما تستطيعش يعني تفهم شنو أحلم حتى ولو أحكي لك ما تستطيعش لأن تجربة الإيمان هي مسألة شخصية من الجمش أنا نفسر للأعمى اللون الأحمر لأنه لم يرى الأحمر في حياته إذن لا يمكن أن تفسر لإنسان لم يعيش العدمية ما معنى العدم العدم هو نوع آخر من الوجود طبعا بالنسبة لنا للعدم مستحيل محال عقلي العدم نفسه محال عقلي محال عقلي محال عقلي هو بالنسبة لي أنا نوعا من الوجود صحيح محال عقلي لكن هو معناتها النجم ونقوله نوعا آخر من الوجود يعني ليس مثل هذا الوجود هو عكس هذا الوجود يعني كل شيء يعني المكان يصبح لمكان الشيء يصبح لا شيء الزمان يصبح لزمان أسأل المشكلة عزيزي كريم أنه لو حق العلماء لأن العلماء يتكلمون عن البيج بانك أن هذا الكون بكل ما فيه من حتى الأنرجي لأنه تفضلت فيه الأنرجي والماتر وكل القوانين وكل حاجة بنعرفها جاية من ثابت بلانك في لحظة البيج بانك حيث لا زمان ولا مكان أنا سمعتك تقول ربما تسلسل أو تسلسل وقيت لك أنه حتى رغم تسلسل وتعدد الأكوان هذا ما راح تحل المشكلة إحنا just we are pushing the question السؤال نحو الخلف أكثر لكن نحنا لازمنا عالقين بنفس هذا السؤال ولو حق فعلا ولهذا أنا أسميه إيمان ولهذا أنا أسميه إيمان أهى I got to know سيسا سيسا خلص لا وصل للجواب طيب مدام إحنا صارنا ساعة ونصف شوف ما حسناش بالوقت أخ كريم تحب أنه نعطي مجال أنا عندي موعد تصلوبية عندي موعد مش مشكلة نزيد معك 8 دقائق أوكي 8 دقائق شكرا ممكن نخلي الناس تدخل معنا إذا تحب طيب ومريد نطول أخوان بالمناسبة لما تدخلون لو سمحت تسأل السؤال وبعدين سوي mute على المايكروفون وتنطي مجال لشخص آخر لأنه ما عدناش يعني إلا 8 دقائق فقط فخلينا نحترم مواعيد الضيف هذا هو الرابط اللينك على الشاشة أمامكم واللي حيب يدخل علاوي وكواحد هلكني بالأسئلة يقول لي ليش الإله ما لك هو فقط الإله الحق وغير بقية الآلهة أنا طبعا الجواب بكل اختصار أنا لا أقول مية بالمية أنا أقول أفضل المعطيات اللي موجودة عندي تقول أن الله الذي أنا أؤمن به هو الإله الحقيقي بس أنا ما قلت لك مية بالمية يعني فيه فرق من الواحد يقول لك مية بالمية وواحد يقول لك أفضل الحلول أو أفضل المعطيات هذا شيء وهذاكه شيء آخر نبدأ من العخ عزيز بقية الإخوان إذا ممكن تسوون ميوت على المايك نبدأ من عزيز فضل عزيز يعني فيه فرق من الواحد يقول لك مية بالمية ميوت لو سمحتوا على المايك ميوت أو أفضل المعطيات هذا شيء هذاك شيء آخر لو سمحتوا ميوت إذا ممكن تسوون فضل عزيز نبدأ من عزيز أخ عزيز سمحتوا على المعطيات سمحتوا على المعطيات سمحتوا على المعطيات كتانغو توضل كتانغو أهلا وسهلا بك سيد رياض سيد كريم العبيدي سؤالي جد بسيط يعني ما أعطوش عليكم للذي يؤمن بوجود إداة يعني أو عب ما هي نوعية هذا عب ما هي مادته أو ما هي طاقته أو هل هو طاقة أم هو مادة ومن أين أتى وشكرا جزيلا نعم هذه الأسئلة طرحها علي الأخ كريم العبيدي أدعوك إلى مراجعة بعد ما نخلص من تسجيل الحلقة تشوف نفس هذه الأسئلة ما رح نكررها حتى حفظا للوقت قالك راجع التسجيل من بدايته ستشوف جوابي على هذه الأسئلة ورحب بالزميل ذي أنوناكي مرة أخرى اللي أعتقد الأخ من الجزائر أو من المغرب اللي كان عنده خلفية في السحر والشعوذة على ما أعتقد مرحبا بك حبيبي سمعنا صوتك حيبي مرحبا؟ شكراً وسهلاً بك شرفنا استكشفت الكون قبل مليارات السنوات وبذلت فيه الحياة وكان البشر عبارة عن نتيجة من نتائجها هل لعبت هذه الكائنات دور الآلهة في تاريخ البشر؟ وشكراً فضل أستاذ كريم أوكي، أول حاجة نحن نعرف أن الكون هذا يعني من بداية البيك بانك يعني الكون اللي موجود فيه هذا المنظومة الكونية اللي عندها تقريباً 14 مليار وشوية أو 15 مليار سنة مدام أوجدت الحياة على هذه الأرض معانتها في المستوى اللي احنا فيه لو أوجدت حياة أخرى أو وعي آخر في مجموعة كونية أخرى أكيد سوف يكون إما عقل مننا شوية أم أكثر مننا شوية واحنا نعلم أن أقرب مجرة لنا اللي يمكن أن تظهر فيها الحياة بعيدة مئات الملايين السنين إذن لو موجودة هناك حياة مستحيل تكون وصلت لنا الآن ومستحيل أحنا وصلنا ليها إذن لو نوصلوا لبعضنا هذا كي يكون موضوع أخرى يعني التطور متاحة هذا منطقياً يعني عندما نعمل تجربة لكي تظهر مثلاً عدة كائنات في أماكن مختلفة أنا كإنسان أكيد أنها التجربة سوف تؤدي إلى ظهور الذكاء أو ما يسمى الوعي بنفس الطريقة ونفس المستوى لا يمكن أن تكون متفوقة علينا يعني يتكون عقل منا يا أما أكثر منا بقليل ولكن لا يسمح لها أن تصل إلينا إذن أننا أحنا باتصال بكائنات ما يسمى فضائية بالنسبة لي لا أؤمن بذلك بل أؤمن أنه يمكن في المستقبل نلتقي بهم جميل جداً إذا بعدين نأخذها بالدور عزيزي تفضل بالنسبة لجي آي رندلة رندلة تفضل رندلة محبا وأخيراً صوت نسائي أهلاً وسهلاً يا حي الله من هنا هالي ساعة المبارج هي صبلك هوي تفضلي عزيزي مضح سؤال أهلاً أهلاً بيانسوغ بيانسوغ مادام فضلي مادمازيل مادمازيل جسوي دازولي مادمازيل فضلي لا ما عندي سؤالة تخل لكن عندي مداخلة انتي ادخلي زي ما بدك فضلي عزيزي ادخلي أنا أريد أن أقول أني أعتقد أنه ليس ملك من من فرق بين فكرة بين الروبوية وبين الديانات الإبراهيمية وبين محتوى فكرة الروبوية وبين محتوى ما أتت به ديانات الإبراهيمية لأن فكرة ما هي نفس الفكرة أعتقد أنه جاي من ديانات الإبراهيمية أنا أريحك وأريح كل المشاهدين نعم الإله الذي أعتقد به هو نفس الإله الإبراهيميات مع التحفظ هذا بالنسبة للوصف الحقيقي للإله ولكن مع التحفظ من النقل والنصوص والكتب المقدسة هذا شيء يخصهم ولا يخصني أنا هذا هو الفرق الوحيد لكن هل هو نفس الإله الإبراهيمي؟ نعم هو نفس الإله الإبراهيمي نعم وهل تستطيع أن تحدثنا عنه مثلا هل سيحبك الحياة الأبدية؟ نعم أرجعنا لنفس الأسئلة الرجل القش المؤمن قلت لكي أنا أغنوستيك ما أعرف التفاصيل لكن أنا أتكلم بالأصل نعم هذا الإله موجود الواحد الأحد الصمد الظاهر الباطن ليس كمثله شيء يصنع ما يشاء بغيري حساب نفسه 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 بالضبط هو نفس الإله نفسه أتكلم لني أبقى الحياة الأبدية ما أعرفش أنا من الحياة الأبدية صلاحة هذا اختياره هو مش اختياري أنا I don't know جين سيبا جين سيبا جين سيبا أختياره أختياره عندي مداخلة تفضل كريم دي الله خليها تكمل بعدها بعدها بعد لا تكمل أنا بش نختم أولا أريد أن أريد أن أحيي كريم العبيدي لأن أنا عندي احترام كبير لي وإنسان جدا تقدمي رغم اختلافنا حول مسألة العربة والأمازرية في شمال لأن أنا عندي احترام كبير لي من الأراء لأنه جدا مستنين وجدا مؤدب وجدا يعني فعلا مستنين أنا نحييي لأنه من الناشطين على اليوتيوب لي نحترمهم ونحترم أراءهم وطريقتهم في التعبير على هذه الأراء ونحترم طبعا فكرة يعني تفكيره فيما يخص هذا الموضوع مرسي عزيزتي على المداخلة نعم نعم نحيي كريم العبيدي ونحب أن نقول أني نتفك معاه وفي هذا ما يتعلق بموضوع هذه الحلقة نتفك تماما نتفكني العبيدي أن فكرة الآلهة هذه ومنذ وما قبل التاريخ وليوتي السقطة أين هو من أنواع تحدثت على مفهوم الميتافيزيقة فالميتافيزيقة تصل تماما على مدى العلم وعلى الواقع الميتافيزيقة هي خاجة تماما عن كل ما هو واقعي يعني هي مناقضة للواقع نعم أمامك إحدى الماديين اللي تكلمنا عن الماديين فهذه أعطلتك هي من المنان القديمة من المنان القديمة يعني يسمى مجال معرفة يسمى بالميتافيزيقة ممارا الطبيعة وكل خرافات في خرافات هي من وضع الإنسان وفكرة الإلهة كمجالة في الديانات المهمية تدخل في إطالة الميتافيزيقة والميتافيزيقة خرافة ياما وياما قلتلك لما تقولي خرافة هذا تصريح لكن رجاء عززيها بشوية شوية دليل شوية معطيات مثلاً الربوبية خرافة أو حتى الربوبي ممكن يصرح يعني يقولك الإلحاد خرافة هذا تصريح لكن لازم أعطيها مؤيد يعني أعطينا فتشي دليل أي شيء شيء حتى نقدر نتعامل معها لكن أيضاً شكراً لك خلينا حتى ما نطولش الوقت شكراً على مداخلتك فضل عزيزي كريم على كل حال أنا يعني يجب أن أذهب لأنني عندي موعد شكراً على ضيوفك أول شيء طبعاً اللي سئلوا الأسئلة واللي حضروا أشكرهم شكر جزيل وطبعاً أشكر الأخت اللي معناتها تكلمت وكل الإخوة اللي شاركوا في المباشر مباشرة وطبعاً وأخيراً أشكر رياض البغدادي أو الخزرج أو فيجاع البغدادي عندك ألف اسم مش مشكلة أشكره على هذه الاتضافة وكما قلت لك أتمنى أني أعمل معاك مقابلة أخرى فيما يخص الهوية لأن مسألة الهوية ليس أنظر لها كما ينظر لها كثيرين من الناحية القومية والعرقية وهذه الخرافات لكي تفهم ما هي النظرة فيما يخص الهوية ولماذا أركز على مسألة الهوية طبعاً أترك لك الخيار أحنا عنا الاتصال المباشر وأتمنى الأسبوع القادم أو اللي بعده أنه نعمل مقابلة في هذا الموضوع شكراً سيرياد وشكراً للجميع وشكراً لك وشكراً لك وشكراً لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة